رئيس سيسي أن الشهداء سيبقون في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام أدف رئيس سيسي أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع لكنه تضحية وأثمان تدفع صون مصر واستقرارها وأميها إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئ بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعر النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت ضروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف إنهم شهداء مصر وباريق ديائها وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني ودليلاً قاطعاً على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمناً لسول مصر وأمنها ثمناً لسول مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها